موسيقى ده نتكلم عنها في الأخبار والكثير والكثير من الأحداث اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا ده النصف الأول من حلقتنا النصف التالي هتبقى فقرة حوارية الحقيقة بسبب تصار والأحداث الرياضية اليومين اللي فاتوا والفترة اللي جاية كمان سواء داخل النادي الأهلي وأيضا محليا كان لازم يكون معنا اتنين من النقاد الرياضيين الكبار الحقيقة المهتمين جدا جدا والمتابعين عن قرب للألعاب الأخرى وشأن الرياضات جميعا هيكون معنا في النصف التاني وستاذ محمد ناجي وستاذ أحمد رشاد عشان نتكلم معهم عن كل شيء يخص العلعاب الأخرى هنتكلم عن قرأة بطولة أفريكا للكرة اليد اللي بتجرى دلوقتي هنكون أكيد عرفناها ساعتها هنتكلم عن النشاط جوا النادي الأهلي هنتكلم عن الأحداث اللي جاية البطولات أبرزها كشف حساب زغير عن الشهرين تلاتة اللي فاتوا لأن الحقيقة فيه فرق بتلعب رابع بطولة دلوقتي يعني خلاص احنا نعتبر زي ما قلت لحضراتكم في الجزء الأخير من التلت الأول من الموسم فأكيد بدأت تظهر معالم بطولات أو منافسات كثيرة ده هيكون في النصف التاني من حلقات هروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد فرقنا فريق كرة اليد الرجال بعد عودته امبارح من بطولة العالم بعد أن حقق المركز الخامس في إنجاز جديد يحسب لكرة اليد في النادي الأهلي وكرة اليد المصرية رجع مبارح من الصفر النهاردة على طول تمرين حيح نحاولنا يعني نستضيف أحد نتكلم مع حدي مع اللعبة ولكن مستر ديفيد ديفز مداش أي راحة لأنه هم بيستعدوا جيدا لمبارات هليوبلس القوية اللي تتلعب يوم الجمعة القادم الساعة السابعة بإذن الله على صالة نادي هليوبلس في مدينة الشروق مبارة مهمة جدا فرقتنا بتتصدر ترتيبة دوري محتاجين نفضل محافظين على ده لأن أكيد السنة دي النظام الدولي مختلف وده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفي كمان في الفقرة التانية النظام الدولي مختلف النهاردة انت بقى نتائجك يعني نتائجك يعني مترقمة مع بعض نحن بنتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 11 فوز وده حاجة جيدة جدا حتى الآن بعد مدش هليوبلس القوي ده هيبقى عندنا ثلاث مدشات قوية مع ترائع الجيش والتران والزمالك وبإذن الله طبعا كلنا ثقة في فرقتنا بالمظهر اللي ظهر بيه حتى الآن سواء في بطولة البصنة والهرسك الودية ثم بطولة أفريقيا الأبطال اللي فوزنا بيها ثم بطولة العالم مظهر الفرقة وشكلها وتماسكها الحقيقة يبشر بالخير يتبقى توفيء الله سبحانه وتعالى ويرب يحفظ لعبتنا من الإصابات دايما الإصابات هي الحلم المزعج والكبوس اللي بيهدد أي فريق أن تخسر جهود أحد لعبينك أو مجموعة من لعبينك بسبب الإصابة ربنا يحفظهم لعبة اليد لعبة قوية ولعبة صعبة محتاجة إن شاء الله أن لعبتنا كلنا يكون موجودة في سكوات قوي يضم مجموعة من الشباب مجموعة من أصحاب الخبرة وهو ده اللي قلت لحضراتكم منذ البداية أن النادي الأهل اختار الطريق الصعب اختار أنه يبني فريق بختارش أنه يروح يشتري النجوم جاهزة اختار يبني فريق الفريق دلوقتي مليء بالنجوم اللي مطلوبة برة ومطلوبة كمان محليا النهاردة فيه استبيلت كبير جدا للفريق كل اللعيبة عقدة 3-4 سنوات النهاردة كهاز فني تم التعاقد مع السنة اللي فاتت لتلت مواسم بيحاول يعني النادي الأهل يوفر استقرار فني وإداري وكل شيء لهذا الفريق لأن بعد الاستقرار يبتدي الشغل ويبتدي الإنجازات وتبتدي الناحية الفنية تعالى نتمنى لهم كل التوفيق مفيش راحة اللعيبة اللي كنفعونهم زي ما قلت لحضراتكم لعبوا مع المنتخب دخلوا على النادي مفيش راحة من بطولة لبطولة حتى التوقف الدولي كان عندك سبع لعبين قبل بطولة العالم في ألمانيا مع المنتخب منتخب لعبهم مباريتين في ألمانيا تعادلنا في واحدة وخسرنا واحدة فريق قليل جدا اللعيبة السبعة مريحوش اشتلعوا من برلين في ألمانيا المقر اللي اتلعب فيه مباريتين الوديتين إلى مدينة الدمان في المملكة العربية السعودية الحقيقة الحال مش بعيد عن السلة برضو لعبتنا في اليد بتتعرض لضغوط جامدة وكمان الكرة الطائرة احنا مش هننسى الكرة الطائرة الرجال ولما يجل الخبر هشرح لحضراتكم لعبة المنتخب مريحتش ودخلوا على الموسم بشكل يعني مستمر بتدريب مفيش راحة اذا يعني الله يكون فؤون لعبة النادي الاهلي بالاخص النادي الاهلي بيساهم بخمسين في المائة تقريبا او ممكن فبعض الاحوال بيكون اكتر من قوام المنتخبات المصرية في الالعاب اللي بيحتضنها النادي الاهلي طبعا فيه الالعاب مش بتتلعب داخل جدران النادي الاهلي هنروح لخبرنا اللي بعد كده وهي كرة اليد سيدات والحقيقة حتى الاهل ماشيين بشكل جيد كابتن محمد عادل زولة المدير الفني بيستعد مباراة البنك الاهلي بالمناسبة دي المباراة في الجولة التامنة ودي اول مباراة في العودة احنا مبتدينا بالبنك الاهلي خلصنا الدور الاول تاني وما مبتدي الدور التاني بالبنك الاهلي طيب المطشة هيكون السبت ان شاء الله دول الأمو المسلم اللي احنا في المطشة هيكون يوم السبت اللي جاي بإذنه على صالة ميتة عقبة الفرق شبه مكتمة للسفوف الحمد لله ولعبتنا كلهم بيقدموا مستوى كويس جدا جدا وبتطوروا مع الفريق بشكل يعني مزهل فريقتنا زي ما قلت لحضراتكم بتتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة من الفوز في كل المطشط السبع للأبنها 7-3-21 وكانوا زي ما قلت لحضراتكم بداية وكانت مع البنك الأهلي ثم سموحة سبورتنج التيران الشمس الدكتورة الزمالك وبعد كده بنقود بقى تاني على المباراة العودة هنبتدي تاني بالبنك الأهلي اللي هو المباراة القادمة إن شاء الله وهيبقى بعديها سموحة وسبورتنج بس سموحة هنا هيبقى عندنا في صالة الأمير عبدالله الفصل طيب الموسم في كرة اليد يعني في الرجال والسيدات السنة الفترة كان موسم ناجح فوزنا بالبطولات كلها دوري وكأس في الرجال والسيدات نتمنى إن شاء الله برضو للسيدات الحفاظ فرقتنا الحمد لله سيدات يعني مشي بشكل الحمد لله يا رب مزهل في كرة اليد سيدات احنا فرقين كتير جدا على قرب منافسنا برضو يعني ربنا يحفظ لعبتنا من الإصابات برضو كابوس أكيد لكابتن محمد عادل زولة لو فقط مجهود لعبة أو اتنين بعد الشر في الإصابات ربنا يحفظهم يكملوا الموسم بالشكل اللي احنا فيه طيب احنا أفريقيا في السيدات خدنا رابع بطولة الأفريقية الأبطال السنة اللي هي اللي تلعبت من شهرين مع الرجال وخدنا تالت الأبطال الكووس السنة اللي فاتت أو الموسم اللي فات احنا في كل ده تلعب في ده 20 بس واحدة في الموسم ده واحدة كانت في نهاية الموسم اللي فات الفريقتنا أفريقيا فضلها يعني حاجة بسيطة عشان تبتدي تتجرق وتفوز على أنجولا احنا بدأنا نقرب يعني بدأنا نمشي مع أنجولا مباريات كلوس جيم يعني احنا قربنا من الفريق الأنجولية سواء بريميرو دي أوجست أو أول أغسطس الأنجولي المعروف وكمان فريق بيترو أتليتكو فريق شركة البترولي الكبيرة اللي هناك فإذا هم دول الفريقين الكبار في أنجولا وبالمناسبة في الألعاب الأخرى وكرت القدم هم الفريقين دول بيترو أتليتكو لما يمتلكوا من إمكانات مالية ضخمة وفريق بريميرو دي أوجستو اللي بيمتاز بجمهارية عريده هو الفريق الجمهير الكبير هناك في أنجولا الحالة لما كنا بنروح أنجولا أنجولا يمكن كرة القدم على لعبة شعبية ولكن هم مهتمين جدا بالألعاب الأخرى يأتي على رأسها كرة السلة هي اللعبة الشعبية الأولى في أنجولا بعدها كرة اليد بالمناسبة وكرة القدم تيجي بعد البسكت كمان ولكن هناك الشعب الأنجولي مهتم جدا بالألعاب الأخرى وده سر تفوق أنجولا في العديد من الألعاب الأخرى تمنى التوفيق أكيد لفرقتنا فرقة كرة اليد سيدات هنروح للرجال كرة السلة رجال مبارح الحمد لله فوزنا في المبارايتين اللي نقلناهم على شاشة قناة النادي الأهلي كما وعدناكم أن احنا دائما أبدا هنكون قدر استطاعتنا جنب أبطالنا مبارايتين مبارح كانوا في صالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة ونقلنا المبارايتين لحضراتكم المبارايتين انتهوا بالفوز الحمد لله تمام المبارايتين نقلناهم لحضراتكم على الهواء مباشرة فرقة المرتبط بقادة كابتل محمد أشرف توفيق ابن القدير كابتل محمد أبشرف توفيق وهو على فكرة واخد نفس خطى والده يعني في تدريبه العالي في إمكانياته في تركيزه في الباسكتبول فاز مبارح والرجال فازوا واحد وتبالين ستة وستين في مباراة شهد التفوق النادي الأهلي منذ البداية للنهاية من أول سنة إلى آخر سنة يمكن أفضل النتائج كانت لنادي الزمالك والتعادل في الكوارتر بداية الكوارتر الثالث ولكن سرعان ما استعاد تركيزه لعبة النادي الأهلي وفرقه في الكوارتر الثالث والرابع في أوقات وصل للفرق ستة وعشرين وسبعة وعشرين نقطة ولكن انتهى في النهاية خمستاشر نقطة طيب الاحتمالات نائية النهاردة عندنا مباراة مبارايتين قادمتين في يوم الجمعة صالة الأمير عبدالله الفصل لسه مش جاهزة لإصدافة المباراة عندنا حدثين مهمين أهم حاجة في الصالة هي الصيانة بيتم صيانة الأرض الملعب بشكل كبير وده كان طلب من جميع الأجهزة الفنية أن يحصل صيانة الأرضية وكالعادة مجلس الإدارة بقيادة الكابتر محمود الخطيب والنائب معادي الوزير العام الفاروق اللي متمنى له ودائما هدل ندعي إن شاء الله أن ربنا يشفيه ويعود مرة أخرى ينور الملعب وينور تاني النادي الأهلي ربنا يشفيه كمعالي الوزير كل المجلس الحقيقة استجاب لطلبات الأجهزة الفنية ويعني بدأت الصيانة وفي جماعة مهمية كمانية من جمع يعني في كلا الأحوال مش هيقدر النادي الأهلي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك فروحنا غالبا أو مش غالبا خلاص بنسبة 100% لصالة حسن مصطفى مجمع الدكتور حسن مصطفى عشان نلعب عليه المبارايتين ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات كل قاتل إن شاء الله في حالة فوزنا في المرتبط وهو الأقرب لأن فرقة المرتبط عندنا بتضم عدد كبير من اللعيبة على مستوى عالي أبرزهم طبعا محمد خيري وطبعا عمر عصام السنتر طبعا 2 متر 15 أو 2 متر 12 عندنا مجموعة من اللعبين أبرزهم دور طبعا كل اللعيبة جيدة جدا في عبده كمان يعني مستوى جيد جدا عندنا مجموعة من اللعبين جيدين فإحنا راحين إن شاء الله إحنا مفوز في مباراة المرتبط هيبقى مباراة الكبار تحصيل حاصل خلاص إنت كسبت ثلاثة من أصل أربعة فمباراة الكبار هكون تحصيل حاصل طيب الاحتمال الثاني أنه الفريق الصغار يخسره كل شيء وقالت في الرياضة ولكن هتبقى أنت بحتاج تخسر أكتر من 15 نقطة من الكبار عشان نادي زمالكة أهلها لحسابك بتهيئل إن شاء الله الأمور أو الاحتمالات كلها إحنا بنتكلم على احتمالات نادي الأهل بيكون عنده ثقة زائدة دي هم نتكلم عن الاحتمالات الأقرب للحدوث الاحتمالات إن شاء الله بالفوزين اللي احنا عملناها وده وضع طبيعي نادي الأهل هيكون أقرب إلى التأهل لدور قبل النهاية طيب في حالة تأهلنا لدور قبل النهاية هنلاقي بالكسبان من الاتحاد والجزيرة يعني أكيد الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل وكل شيء بيرجح كافة الاتحاد خاصة كمان إنه فاز في مباريتينه الأولى الصغار والكبار دي طبعا لقطات من مباراة مبارح اللي شرفنا من الشباب ده عمر عصامة اللي كنت لسه بكلم حضراتكم عليه وده محمد خيري برضو لسه بكلم حضراتكم عليه اللي عايز أقوله إنه الاتحاد هتأهل هنقابله إن شاء الله بنسبة كبيرة في حالة تأهلنا في قبل النهاية هتقول لها كابتن طب إزاي بنقابل الاتحاد في قبل النهاية هقولك إنه القرعة لخبطت شوية بسبب إنه إحنا مخدناش أول مجموعتنا فالمطشاط اتعاكست بشكل معين اضطرنا طبعا أو القرعة وقعتنا أو سكتنا جات في الاتحاد وده غالبا هيكون نهائي مبكر ده غالبا هيكون نهائي مبكر طب ليه نهائي مبكر؟ ده طبعا مباراة الرجال زي ما حضراتكم دي كانت في نهاية المباراة يعني أو لا دي بداية المباراة أولا طبعا تحطى عمر زهران دي ما تتنسيش أبدا طيب إحنا يعني المنبراتنا مع الاتحاد هتبقى قوية جدا عندهم مرتبط قوي لو إن شاء الله في حالة تأهلنا يعني عندهم فريد درجة الأولى مع طبعا جهازه الفني الجديد واللعبين حصل فيهم تغيير بعض الشيء هتبقى مباراة نهائي مبكر طب النحية الثانية فين غالبا سبورتنج ممكن هو اللي يتأهل للفاينال اللي بيقوده طبعا كابتن أشرف توفيق يعني بإذن الله يعني نعدي بس الأول من الزمالك وبعد كده لكل مقام المقال مع نادي الاتحاد السكندري طيب خليني بقى أقولكم على صدرة قرارات لجنة المسابقات حالا يعني على أحداث اللي حصلت مباراة الزمالك والأهلي وطبعا هم ذكروا زمالك والأهلي لأنها كانت مباراة نادي الزمالك في ملعبه هنشوف قرارات لجنة المسابقات إيه إقاف أجوستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي مبارايتين وتغريمه أربعين ألف جنيه تغريم النادي الأهلي عشرين ألف جنيه نظرا لما بدر من أتباعه بلقاء الزجاجات على جماهير نادي الزمالك تغريم نادي الزمالك تلاتين ألف جنيه لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة قبل المباراة بمنع دخول الجماهير إقاف أحمد عزب لعب نادي الزمالك مباراة واحدة وتغريمه عشر ألاف جنيه نظرا لما بدروا منه عقب نهاية المباراة أنا معلش اسمحولي على القرارات دي مش عارف حسن دايما قرارات اتحاد السلة يعني بتبقى فيها نوع من أنواع يعني التوازن النهاردة يعني كلنا شفنا سبب اللي حصل مباراة إنه كان في بعض الجماهير اللي موجودة غير مصرح لها من قبل اتحاد السلة نادي تواجد لو ما كانتش الجماهير دي موجودة ما كانش حصل حاجة ولا أنا غلطان فإذا هنا لازم يكون السبب غير يعني الأكشن غير الرد الفعل أو الأكشن غير ريأكشن مستر راجوستي بوش مباراة انفعل على كرة صحيحة الكرة اللي انفعل عليها مستر راجوستي بوش واندفع واعترد كانت كرة صحيحة كانت كاونت وكل مصر شافيتها والحقيقة أنا النهاردة كلمت يعني مجموعة من قصر كرة السلة سواء حكام أو متابعين وأقروا بصحة الكرة ان الكرة كانت مفوتة تحس ببسكت ولولا الحرج يعني من الحكام وانهم مش مصرح ليهم وانهم ما يطلعوا يتكلموا يعني وطبعا ده احنا من قدر ده أنا خدت يعني رأيهم بشكل ودي ان الكرة صحية طالما الكرة لمست المربع او لمست الإزاز اللوحة الزجاجية انت مش من حقك تلمسها حتى تستقر سواء خارج الحلقة أو جو الحلقة فالنهاردة كرة اللي حطها كيجو كرة صحيحة وبسكت صحيح ده دفع مستر أجوستي بوش ان اعترد طب يا فندم حضرتك عملت ايه للحكم اللي ما وفقش في هذا القرار ولا حاجة طيب حضرتك ما حطتش ليه في الاعتبار ان نرفزت او عصبية او يعني امفعال مش عايز اقول عصبية امفعال مستر أجوستي بوش كان مسبب ليه ما بصتش لكده على طول ايقاف مباريتين طب اللي حابتقول كده طب 40 ألف جنيه ليه ما خلاص ما هو ما ينفعش انت تعاقبني مرتين اعتردت المبارية اللي فاتت وتوقفت المباريتين الحاجة التانية تغريب نادي الاهلي ليه يعني النهاردة النادي الاهلي بتغرم 20 ألف جنيه عشان لما حصل الاحتكاك اللي حصل فيه ممرات الصالة ومستر أجوستي بوش خارج من الملعب هو انا مش من حق يدافع عن نفسي او ان انا اقول او ان انا يعني ارد الموضوع لازم يبقى فيه ما يبقاش فيه موازنة يبقى النهاردة انا عارف ايه السبب او ايه الاكشن ولكن يعني ماشي يعني واحمد عزب طبعا عشان الاحداث اللي حصلت بعد المباراة ورح احتك مع اهاب امين بشكل يعني يعني باين اوي يعني طيب يعني خلاص ماشي مش هنعلق كتير خلاص احنا قلنا يعني نتمنى ان القرارات ما يكونش فيها دايما حتة الموازنة عشان يعني ما نزعلش ده وما نزعلش ده الغلطان احنا ماندرس مشكلة يعني ياخد عقابه ولكن لازم نفرق ما بين رد الفعل والفعل ولازم يبقى الفرق كبير وواضح ما بين الفعل ورد الفعل طيب نروح لخبرنا اللي بعد كده هنروح لكرة السلة سيدات كرة السلة سيدات انبارح كان عندهم مباريتين في صالة الدكتور حسن مصطفى المباراة الاولى كانت مع القطاع او المرتبط بقيادة كابتن ماجد سلامة وحول ونجح ان يحول التأخر كبير جداً كان مع نادي سبورتنج وصل لفترة في البداية الخمستاشر وستاشر نقطة الى فوز في النهاية ففوزنا المباراة الاولى في المرتبط دخلنا على المباراة التانية للأسف لم نوفق ونادي سبورتنج فاز فرق عشر نقاط على النادي الأحلى ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات كان لأتي انه حتى الان ما فيش فريق قدر يفوز او يقدر يحسم اللقاء او يقول اسهمي علي يمكن نادي سبورتنج قارب شوية ليه نادي سبورتنج قارب شوية؟ لانه فاز بالكبار الكبار بياخد ثلاث نقاط والصغار بياخد نقطتين هنروح للاحتمالات اللي جاية لو نادي سبورتنج زغيرين فاز برضو نادي سبورتنج كبار محتاجي فوز طب لو نادي سبورتنج الزغيرين خسر احنا كمان محتاجين نفوز نفوز بفارق اكتر من عشر نقاط خلي بالكو انت يعني تاني نادي سبورتنج الزغيرين فازوا بس مش هيبقى فيه مطش فاصل هو هيبقى فيه فرق سكور طيب احنا هنا احنا هنا بنتكلم على الفاينال غير الادوار التمهيدية التمهيدية لو تعادلنا بناخد فرق السكور ما بين الفريتين الكبار هنا لا هنا يبقى فيه مطش فايصل لو تم التعادل في النقاط مش هناخد فرق سكور هناخد هناخد بنعمل نروح لمباراة فايصل هنروح لمباراة فايصل طيب الاحتمالات كلها وردة اه كلها وردة بس فريقنا الكبير مطالب انه يفوز ما عندوش احتمال تاني لقدر الله لو الفريق الصغير خسر والفريق كبير كده كده الفريق كبير لازم يكسب لازم يفوز لان لو سبورتينج فازم ومرتين الكبار انتهى الامر فانت النهاردة احسب اللي انت عايز تحسبه وهاتها يمين هاتها شمال لازم الفريق الكبير يفوز وبعد كده نتكلم وبعد كده هنتكلم فانما مباراة الفريق الكبير للسيدات ما فيهاش احتمال طبعا كابتنتاري خيري تكلم مع اللعبات مبارح توصلت انا مع الجهاز اللي هو منسوا المباراة احنا بنلعب best of three تعتبر فانت وارد تخسر المباراة الاولى وارد تكسب المباراة اللي بعد كده وارد تكسب المباراة اللي بعد كده ما فيش اي ازمة خالص فريق المرتبط بتاعنا كويس ادانا هدية بالفوز يعني الحالة كان هيبقى صعب جدا لو فريق المرتبط خسر ولكن هو ادك فرصة ل second chance فالدنيا والاعصاب هادية ما فيش مشكلة ولازم عشان ناخد البطولة لازم نكسب وزا ما قلنا ان مباراة السيدات وتوقعنا ده في الحلقة اللي قابلية مطشاط السيدات السنة دي مش هكون بسهولة بمكان زي السنة اللي فات فريق سبورتينج دعم فريقته بشكل كويس الفرقة بتاعت سبورتينج اقوى كتير عندها استاباليتي كويس جهاز فني مستقر من السنة اللي فاتت فالمطشاط مع سبورتينج مش هكون نزهة هكون مباراة صعبة جدا بالرغم ان فريقنا مدججة بالنجمات ولكن سبورتينج فريق محترم وله تاريخ وفرقة بطولة وده اللي ظهر في المباراة اللي فات كابتل طريق خيري مركز مع الفريق اه مركز في اداء الفريق اه نتمنى لهم كل التوفيق بكرة ان شاء الله احنا مش هنزهع المباراة بتاعت بكرة ولكن ان شاء الله بإذن الله هنكون يوم الجمعة مع فرقتنا وزا ما قلت حدقكم احنا بقدر الاستطاعة بنكون موجودين مع فرقنا في كل مكان وده حاجة حرصت عليه قناة النادي الاهلي واداراتها منذ البداية ان احنا نكون مع ابطلنا في كل مكان ونحاول نكون يعني في قلب الحدث مع ابطلنا في النادي الاهلي هنروح لخبرنا اللي بعد كده كرة الطائرة سيدات كرة الطائرة سيدات طبعا بقادة كابتن ابراهيم فخر الدين بيتمرنه بشكل مكسف جدا جدا بيلعبه مباريات وادئهم حتى الان شكله حلو اه يعني انا عايز اقول لكم ان الشكل اه احنا يعني ما عندناش او فقدين جهود ايا الشامي ولكن الفرقة شكله حلو الفرقة متمرنه ومتركزه بشكل كويس كل اللي عبت بتبقى قبل التمرين بفترة كافية الفريق فاز او الكمي لاعب نظير وديل في مبارح وفاز بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى طيب المنشات اللي احنا كسبناها ايه اللي فاتت كسبنا اصحاب الجياد ودي دجلة وديل في دول المنشات اللي كسبناها طيب ماتش ديل في احنا فوزنا عليه ازاي ماتش ديل في احنا فوزنا عليه 25-6 فوزنا بالنتائج القادمة 25-6 25-19 25-12 دي كانت نتائج ديل في مبارح طبعا كاميرا الابطال كانت موجودة في المباراة سجلنا التقريب ده مع اللاعبات والجهاز الفني اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لي بعض تاني احنا في بداية الموسم الفرع كلها محملة وكل ماتش عندنا يعني احنا التامرناد بتبقى تقيل عليهم فالماتش بالنسبة لهم بيبقى الراحة عن التدريبات فهو يعني بيبقوا مرايحين فيه شوية لكن بنحاول ننفس فيه الخطط الهجومية بتاعتنا وبنحاول نشوف نقطة الضعف والقوة عندنا انا طول عمري في النادي الاهلي عمري ما بقى لقى من اي ماتش يعني حتى لو ماتش ايه لان انا واثق في البنات بتوعنا واثق في النادي الاهلي ويعني ان شاء الله مفيش عندنا ماتش هيبقى قوي او ضعيف الا وان شاء الله هيبقى المكسب لنا ان شاء الله والله يولى حتى الديربي اصل الديربي ده عبارة عن خطط احنا في الاخر انت بتنفس الخطة فيه بيخش بقى فيها التوفيق بقى دي حاجة من عند ربنا التوفيق بالماتش انا موفق هو موفق هي التفري لكن الخطط والتدريبات والكلام ده كله يعني انا بحبت نفسي ان احنا هنا في الجهاز الفني الموجود دوت يعني بيعبزوا الاقصى جهده في انه يعلي مستوى الفرقة الموجودة لا هو مش الماتش سهل والله احنا بالعكس احنا محملين جامد جدا منتمرن يعني الحملة تمرين في اليوم 4 ساعة 4 ساعة ونصف فاحنا بيبقى محملين جامد جدا طبعا قبل كل فرقة من لعبها بيبقى فيه سكاوتنج بيبقى فيه محضرة تشوف ايه نوع تضعف بتاعت الفرقة التانية بننفزها اول بصراحة ما بننفزها بديبقى الماتش سعى لكل واحدة بقى لما تبقى قوتوف موت كده لا احنا بنصعب على نفسنا ماتش بس الحمد لله يعني الماتش يعني لعبنا بالكابتن براهيم قلع علي والحمد لله كسبنا بصراحة الماتش ده كن يعني احنا اي ماتش بنيجي نخشه بنبقى عاملين حساب لأي فرقة داخلينها بنبقى محترمين الفرقة اللي هنلعبها فرقة ديلفي من الفرقة المحترمة يعني حتى الجيمة التانية تلوهموا عنا بسكور بس احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا قدرنا ان احنا نسمع تعليمات كابتن ابراهيم وقسمنا الماتش تاتس في الحمد لله الحاجات العادية يعني مثلا الارسالات هو بيبقى اللينا نلعب فين البلوك نقف الفين الرافعة بنعمل فنتات يعني دي الحاجات اللي ساعدتنا النهاردة اكيد طبعا احنا كل ماتش على حسب الفرقة اللي بنلعبها الكابتن بيدينا تعليمات والتوجهات قبل الماتش وحتى في خلال الماتش الكابتن انا ببصره كل وانا رايح على ارسال كل كورة هو بيقول لي اقدر اعمل فيها ايه كل ماتش على حسب الناس اللي موجودين وعلى حسب الناس اللي هتلعب في الملعب هو بيحدد ده على اساس الماتش وبصراحة معودنا من دي وان ان كل ماتشات مهمة مفيش حاجة اسمها ماتش ضعيف وماتش قوي كل ماتشات مهمة وكل ماتشات لازم نلعبها كويس قوي مناش دعوة بالفريق اللي قدامنا قوي مش قوي بس احنا لازم كل ماتش ننزل احنا كويسين وهنلعب مش على قد الماتش احنا هنلعب لعبين احنا بس فاحنا متعودين دايما انحنا ننزل اي ماتش بنلعب لعبين مناش دعوة الفريق اللي قدامنا عامل ايه الحقيقة أنا عجبني الحالة اللي عملها كابت إبراهيم فخر الدين كابت إبراهيم فخر الدين مركز ما بيتكلمش كتير مالوش يعني تمرينه وبس عجبني الحالة اللي ساحب فيها اللاعبات للتركيز مركزين بشكل جاي جدا أنا يعني بحكم وجودي في نادي الأهلي فترات طويلة بحضر تمرينه وبابقى شايف التمرين من بعيد تمرين مفهوز ثانية في راحة تركيز عالي اللاعبات مركزين تركيز عالي أنا وأنا مغمض هتلاقوا شكل يعني قوي جدا لفرقيتنا السنة لكل مكتد النصيب مفيش أبدا حد هيعمل كده وهيشتغل كده وربنا مش هيكرمه ربنا سبحانه وتعالى عادل ودائما لكل مكتد النصيب اللي عايز أقوله أنه كابت إبراهيم عجبني الحالة اللي حضرت فيها اللاعبات اللاعبات هم بيتكلموا حتى هم عايزين عارفين هم عايزين إيه نتمنى لهم التوفيق بس لسه بدري أوي على الجد يعني هو النهاردة كل ده مهم وكل ده طبعا درجات التركيز عالية ولكن لسه بدري على بقى البيستوفتري والقابل النهائي والنهائي والدوري والكأس وأفريقيا احنا لسه قدامنا حبة حلوية لغاية ما نوصل لده بس لغاية ما نوصل لده احنا محتاجين نستعد كويس أوي 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 هنروح للسكواش مصطفى عسل نجمنى طلع التصنيف العلامي مبارح وهو تالت العالم تالت العالم بالرغم من إقافه ست أسابيع النهاردة مصطفى عسل بعد عن اللعبة ست أسابيع خص النقاط كتيرة فالنهاردة لما يطلع التصنيف العلامي ومصطفى عسل في الترتيب التالت لا ده يباين لك أنه هو جامد وجامد أوي الله أكبر عليه طيب هو بيستعد لإيه مصطفى عسل بيستهل مشواره ببطولة سنغافورة المفتوحة لسكواش بمواجهة بطل الهند طبعا هو كان بيلعب بطولة قبل دي في ماليزيا انت طالما رحت الفرق ستقعد هناك شوية هتلفلك بطولتين تلاتة لغاية ما ترجع مصر تاني هو لعب الأول بطولة ماليزيا وما توفقش في الفاينال خسر من زميله طبعا ولعبنا السابق القريم عبد الجواد خد المركز التاني بس جمع نقاط كويسة أو طار هو عشان يلعب في سنغافورة هيبتدي مشواره باللعب مع بطل الهند بالمناسبة هو لعب بطل الهند ده وفاز عليه في البطولة دي أو في البطولة السابقة برضو كان في بداية مشواره طيب البطولة دي هتتلعب من امتى من 14 ل 19 نوفمبر اللي احنا فيه مجموعة جاوزها 110 ألف دولار طيب مين بطل الهند اللي هنلعب معها هاسمه سراف جسال ده البطل الهند اللي احنا نلعب معاه وطبعا دي لقطات من كريم عبد الجواد مصطفى اللابس أحمر الطويل طبعا انتوا عارفينه وكريم عبد الجواد اللابس أزرق الأكثر شوية وطبعا دول يعني نجمين كبار كان كريم عبد الجواد يلعب في النادي الآن لغات وقت قريب قبل ما يسيب النادي من حوالي سنتين أو حاجة يروح ودي دجلة طيب مصطفى في حالة تخطي لبطل الهند هيتطلع على دور التمانية هيلعب نيزلندي بول كول وحدس ولا حرج في هذه المباراة للأسف مباراته في دور التمانية صعبة يعني صعبة جدا 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 طيب مهم ان مصطفى يركز مهم مصطفى يركز عشان استعادة قمة التصنيف العالمي عنده مباراة جاية ومطشط جاية وعنده بطولات جاية لازم يطلع بطل في 3-4 بطولات متكبار عشان يجمع نقاط ويرجع تاني لقمة التصنيف زي ما كان عليه قبل الإقاف خلينا نطع لفاصل عزيزي المشاهدين ويرجع بعد الفاصل نكمل أخبارنا أهلا بحضراتكم من جديد وقبل الفاصل كده كنا خلصنا أخبارنا داخل جدوان نادي الآله خلينا نروح لأخبارنا المحلية طبعا يعني بعد شوية هنتناقش مع ضيوفي عن قرأة بطولة أفريكا الكرة اليد بالمناسبة هي انتهت أو يعني خلاص بانت المجميع بس أنا مش هقولها ولا هنقشها إلا مع ضيوفي عشان ناخد رأيهم في البطولة وقوتها خاصة تونس جاية ومصر مشاركة والبطولة دي اللي هتأهل أو اللي هيفوز بيها هيتأهل لأولمبياد إن شاء الله باريس عشين وربعة وعشرين طيب هنروح لأخبارنا المحلية هنبتدي بخابرنا الأول محمد حمزة يتصدر التصنيف الأول لسلاح الشيش الحقيقة السلاح ماشي بشكل جيد وابتدأ رحلته بالتفوق من أولمبياد توكيو عشرين عشرين اللي تلعبت عشرين وواحد وعشرين واستمر السلاح برئيسه كابتن الحسيني بنتائج كويسة وإعداد جيد وترتيبه على التصنيف العالمي بتحسن سواء في الكبار ولا زغاري محمد حمزة لعب وانتخابنا الوقت الأول سلاح الشيش تصدر التصنيف الأولمبي الجديد واللي صدر امبارح بعد نهاية بطولة كأس العالم واللي تلعبت الأسبوع اللي فات في تركيا محمد احتل صدارة التصنيف بها بعد فوزه بالمركز الخامس في البطولة ودخل لا ياخد أربعتاشر نقطة في التصنيف الأولمبي والعالم ولو شفنا بقى مراكز لعبتنا هلأ الآتي علاء أبو القاسم جيه في المركز السبعتاشر عالميا وبعده عبد الرحمن طلبة في المركز الساعتاشر ومن بعده جيه محمد حسن في المركز التلاتين سمعيني الترتيبات عملت ازاي احنا من أفضل لعبين في العالم منتخبنا الوطني لسلاح الشيش كفريق بيحتل المركز التامن في تصنيف الأولمبي برصيد 163 نقطة هتلاقي باختلافات بسيطة جدا عن السابع والسادس منتخبنا هي لعب تاني بطولة كاس العالم للموسم اللي احنا فيه ده في اليابان في الفترة من 8 ل 10 ديسمبر اللي جاي بإذن الله كل التوفيق لسلاح الشيش أو للعبة السلاح بشكل عام إن شاء الله ننتظر منها ميداليا في باريس 2024 هنروح لخبرنا المحل التاني وهو خاص بالجنباز مصر تشارك بتلت لعبات بمونديال جنباز الترامبولين طيب في عندنا تلت لعبات سفروا أو هيشاركوا في بطولة العالم للترامبولين منهم سجأهاب ملك سليمان نور منصور البطولة دي هتستضيفها انجلترا في الفترة من 19-21 نوفمبر اللي احنا فيها وبيترقص البعثة كابتن واقل السيرنجاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الجنباز وأحد أبرز وأنشط أعضاء الاتحاد الصراحة كل التوفيق لك يا كابتن واقل وأكد الدكتور إهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريكي للجنباز وأدول مكتب التنفيذ الاتحاد الدولي أن منتخب الترامبولين عنده مقاومات المنافسة والظهور بمظهر كويس في بطولة العالم وقال كمان أن منتخب الترامبولين ماشي بخطوات كويسة جدا وبيتم تجهيزه المنافسة على منصات التتويج بعد المجهود الكبير اللعبة والجهاز الفني في الفترة اللي فاتت سواء في البطولات أو المعسكرات الخارجية كل التوفيق للجنباز المصري ماشي بخطة سابتة زي السلاح زي الخماسي التايكوندو الجودو كل الألعاب دي متابعين عن كرب وشايفين قدي بتبز المجهود وقدي نتمنى لهم التوفيق بإذن الله كده يكون انتهت أخبارنا سواء جوه والنادي الأهلي أو خارجه هنطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان أستقبل اتنين من نقاطنا الرياضيين الكبار الأستاذ محمد ناجي والأستاذ أحمد رشاد هنتكلم معهم عن كل شيء يخص الألعاب الأخرى وداخل النادي الأهلي والنشاط المحلي وأيضا خارج النادي الأهلي ونشاطات المنتخب ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية طبعا برحب بالناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد ناجي أهلا بيك محمد أهلا وسأهلا بحضراتك منورنا وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة ونتناول كل ما يخص الأعاب الأخرى في وجود إن شاء الله برحب طبعا بالناقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد رشاد أهلا بيك أستاذ أحمد أهلا بيك كابتن وسعيد جدا أن أكون موجود معاك وزميلي محمد ناجي وسعيد كمان أن أكون موجود في قناة النادي الأهلي أهلا بيك أبو حمد أهلا بيك كابتن خلينا أجيلك أبو حمد يمكن محتاجين الأول هنقسم الفقرة بتاعتنا نصي نصي خص نادي الأهلي كالعادة ونتكلم عن النشاط اللي فيه والمشاركات اللي فاتت للألعاب الأخرى والنص في الثاني من لقاءنا هيبقى خاص بالنشاطات المنتخبات والمحل بالأخص منتخبات طبعا هنبتدي بالألعاب الجماعية يعني نبتدي بكرة اليد كرة اليد دي رجال كان وضعها إيه مشيت إزاي والسيدات أسمع رأيه أكيد طبعا كابتن لكن خليني بس نتكلم في حاجة مهمة جدا قبل ما نتكلم طبعا عن الألعاب الجماعية نتكلم على التخطيط الناجح والتخطيط الواضح من البداية طبعا الموسم للنشاط الرياضي نادي الأهلي حقق موسم السنة الموسم اللي فات وإحنا طبعا شفنا البطولات لكن إحنا خسرنا كام بطولة نادي الأهلي مكانش فرحان طبعا بال23 بطولة اللي هو حققهم لكن زعلان على الكام بطولة اللي احنا خسرناها نعم بدأ الموسم بشكل طبعا قوي المدرين الفنين اجتمعوا مع إدارة النشاط الرياضي بطبعا قيادة الكابتن خالد العواضي كان فيه دعم كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الألعاب بدأ الموسم بكل قوة وده اللي احنا شفناه على أرض الواقع دلوقتي فريق اليد طبعا رجال احنا اتكلمنا قبل كده في قصة اليد رجال دي وكان فيه ناس كتير جدا الفترة الأخيرة زعلانا من فريق اليد رجال لكن أطمن كل جمهور النادي الأهلي يا كابتن وأطمن حضرتك أن أنا من خلال طبعا متابعتي لفريق كرة اليد نادي الأهلي ماشي بشكل كويس جدا في الدوري في الصدارة دلوقتي محق بطولة أفريقيا مع بداية الموسم لكن النادي الأهلي عمل جيل جيل محترم جيل أنه تقدر تهتمد عليه في الفترة اللي جاية جيل يقدر يستحوز على كل البطولات وده اللي احنا كنا يعني قلقانين الفترة الأخيرة من فريق كرة اليد لكن فريق كرة اليد صراحة صراحة عاملين شغل محترم سواء في مباراة الدوري أو في بطولة أفريقيا النادي الأهلي طبعا دعم أكيد بصفقات تم التعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى الأسباني طبعا ديفيدز والمدرسة الأسبانية لنا هتكلم عنها يا كابتن أن هي النكحة بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي وطبعا هنشوف الأسباني طبعا منزه مع فريق كرة الطائرة رجال اللي هيبدأوا طبعا الموسم خلاص لكن بشكل واضح كرة اليد في النادي الأهلي بتحقق نجاح كبير جدا وده مش على مستوى طبعا الرجال بس ومستوى السيدات مستوى السيدات برضو ماشيين بشكل كويس جدا قدموا مبارات قوية وقدر طبعا النادي الأهلي يكسب نادي الزمالك بنتيجة طبعا 24-22 فيه تدعمات طبعا حصلت للفريق سواء طبعا باستكمال المحترفة مع فريق النادي الأهلي فبصراحة موسم مميز حتى هذه اللحظة يعني فريق كرة اليد رجال وسيدات حتى هذه اللحظة ماشيين بشكل كويس جدا في الموسم وان شاء الله بإذن الله النادي الأهلي في كرة اليد رجال وسيدات بطم من جميع النادي الأهلي انهم ما يقلقوش على فريق كرة اليد رجال وسيدات الموسم ده ان شاء الله يحقق كل البطلات بإذن الله بإذن الله محمد انت رأيك ايه؟ هل تتفق مع رشاد ان احنا ماشيين بشكل جيد؟ هل الموسم لسه عليه كتير؟ هل اللي فات من الموسم قديه بالنسبة لرجال والسيدات في الكورتيريا؟ لأ المؤشرات ببقى بدري يا كتن يعني كده كده أكيد طبعا هو لسه بدري جدا على نهاية الموسم بس المؤشرات باينة بشكل كبير لأهلي كل مباراة يعني تقريبا كمان ديفيد ديفيز بيقدم أشكال وطرق جديدة مع الفرقة احنا اتفرجنا مع الفرقة لما كانت بتلعب كاسة العالم أو بطولة العالم الأندية لقى الفريق شارك في أربعة مباراة فاس فيهم بتلاتة خسارة واحدة متوقع قدام برشلونة طبعا بنتكلم على واحد من أكبر وهو المستحوذ تاريخيا على لقب بطولة العالم سوبر جلوب في كورتلياد يعني مدرسة عريقة لها بالبلدي احنا كلنا بنقول إنه الأهلي كان بيلعب منتخب عالم كان صحيح يعني انت فرقة موجود فيها كل اللعيبة من عدة منتخبات يعني ممكن لما تيجي تلعب فريق منتخب بأسبانيا نفسه وممكن ما يبقى جمع نفس القوة بتاعت فريق برشلونة لأنه عنده عناصر ممويزة من انجلترا من فرنسا من ألمانيا من أسبانيا فعنده عناصر كتير جدا ممويزة لكن شوفنا مثلا كل المباراة التانية الأهلي بيكون نازل الشوط الأولين بتاعتك الشوط التاني بيكون خالص ساكل مختلف تماما وده بان في أكتر من لقاء وأكتر من لقاء من ضمن أبرز الحاجات كمان اللي ديفيد ديفيز بقدر إنه نطورها مع الفرقة إنه ما فيش فرق بين أساسي وبين احتياطي كان دي من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا أن أنت عندك عودة المصابين في الرجال يعني قدت فاليو أو قد فاليو للفريق بشكل كبير أنت عندك أولا فوكس أه لسه هقول حضرتك لو لو تتكلم على مثلا على مركز صانع لعاب لأن مركز صانع لعاب هو البوصلة أو العقل المفكر جوه الملعب أو اللي بينقل فكر المدرب بمعنى صحية عندك ثلاث لعيبة كل واحد فيهم شكل كل واحد فيهم طريقة مختلفة في طريقة لعبه سيف هاني فوكس خفيف الحركة بيقدر برشقته عدي يخترق الدفعات ويقدر يسجل أحمد راضي يده قواش ويقدر يسوي من بره التسعة أحمد خيري مميز جدا في صناعة اللعب بيقدر أنه يفضي اللعيبة كتير جدا على الدائرة خصوصا لأحمد عادل أو للونجات فعندك بروفايلات مختلفة من ضمن اللعيبة اللي موجودة في مركز صناعة اللعب عندك نفس الكلام بنسبة للحراس عندك حارس تلاقيه خفيف ورشيق زي محمد إبراهيم حارس تاني هادي جدا في الملعب بزيقته متهزش مركز أغلب الوقت عبر أحمن طه عندك الفول باور بقى والسوبر ايرو اللي هو الحماس واللي تقدر تتكلم حميد وعودت للإصلاف ورده فرقت معنا وفي الحراس المر ما خلي بالك دي حياة كبتان أنت كده وبدأ الموسم الحمد لله معنا من بدايته ما فاتوش كتير لا لا خالص وهو عنده كمان يعني عنده حماس بشكل كبير جدا أنه هو يكون موجود طب السيدات يا ناجي شايفي السيدات ومشاركتها الأفريقية النهاردة لعب بطولتين أفريقية في أل من 4 أو 5 شهور واحدة أبطال الكووس كانت في ساتو أمين عبدالله الفصل والتانية كانت بالزبط الله ينور عليك وخدنا هنا ثالث وخدنا هنا رابع شايف المشاركات الأفريقية للسيدات دي هتبقى أضافة كبيرة للفريق كخبرات وإضافة كمان المنتخب مصر ده أكيد يا كبتان وحتى من اللعيبة نفسها البنات نفسهم بدأ عندهم الطموح نفسه بيختلف هو المشاركة كانت هنا طبعا عندنا على ملعبنا وسط جمهور نادي الأهلي كان بالنسبة لهم حقاك ويسا جدا وأنهم يحققهم داليا غيبة عن خزنة النادي بقى لتلاتين سنة لكن مثلا أنا هنقيز بقى ببطولة خارجية بطولة المنافسين نفس المنافسين اللي أنت قابلتهم هنا هم اللي قابلتهم هناك البنات لما خسرت في السيمي فاينال كانوا زعلانين يعني هم خسر معناهم بالرغم أنهم خسرين من بطل أنجولا وعش عايزين نقول أنجولا واصلا كده كده الفريق اللي احنا خسرنا منه وبطل السوبر جلوب يعني وكده كده بطل بطولة العالم لكورة اليد زي ما بنكلم على برشلونة في الرجال بنكلم على فرق أنجولا في السيدات لكن البنات نفسها عقليتها بدأت تختلف وتتغير بقوا شايفين أنه لا النادي دهنا كل اللي احنا بنفكر فيه واللي احنا طلبين واحتكاكات وخبرات ولعيبة محترفين نقدر نجيبهم فبشكل كبير احنا بعيد عن أي حد يقدر نفسنا بس ده مش حاجة تدعونا أن احنا نتكاسل أو نحن نبحثين أن انت في مسافة كبيرة بينك وبين الكل ين يشتغل على أن احنا أفكرين إن شاء الله زي ما نكون محليا خلينا جيلك برضو رشاد احنا نتنقل بقى من كرة اليد احنا متفقين احنا التلاتة أكيد بس عايز كنت نوضح نقطة مهمة يعني من كلام زميلي محمد ناجي أن طبعا الفتح يعني بطولة العالم أو كاس العالم طبعا الجماهير قالوا أن النادي الأهلي طبعا أن احنا ما ناخدش خامس وده بالنسبة لنا مركز مش حلو بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا أن النظام البطولة دايما هو اللي بيحطك في الوضع ده انت نظام البطولة أن انت ما بيسعدش غير أول وانت وقعت مع طبعا فرقة برشلونة وفرقة برشلونة طبعا كلنا عارفين النجوم اللعيب منتخب عالم فانت وقعت مع النور عملت مباراة قوية مباراة قدرت أنت تخلصها في فرق كبير جدا قابلت برشلونة رغم أنت كنت في الشوت الأول كنت بتقدم مباراة قوية رحت بعد كده لكويت الكويت قدرت أن تكسب الكويت الكويت والخريج السوء يعني أنت محقق الفوز في كل المباراة إلا طبعا مباراة واحدة فانظام البطولة هو اللي خلاك كده أو ظلمك أنت مددكش دور تاني أكيد طبعا إنما لو فيه مثلا تأهل أول وتاني كالنادي الأهلي كنا شوفنا أنه مركز قوي في البطولة بكل أمانة طيب هلنتقل بقى لكرة أسلة رجال وسيدات النهاردة الرجال لعبوا ثلاث بطولات دي البطولة الثالثة ليهم لعبوا الأول بطولة اللي هي بطولة العالم اللي تلعبت في السنغافورة وبعد كده راحوا على الدوحة لعبوا البطولة العربية وبعد كده لعبوا أو بلعبوا دلوقتي الدور التمانية في الدور المرتب في كاس السوبر كابتن كمان كاس السوبر الله ينور عليك لكاتف البحرين النهاردة بديكلم دي رابع بطولة الناس يمكن ملاحظة شوية اهتزاز مستوى فريق كرة السلة أبين داون شوية ممكن يكون فيه اهتزاز أصلا أثناء المباراة نفسها صحيح تحليلك لدائي وتحليلك لأداء فريق السلة الرجال أنا دايما كلنا ثقة فيه طبعا الجاز الفاني واللعيبة لفريق كرة السلة رجال وأجوست بصراحة من ساعة مجي النادي الأهلي أو تم التعاقد معي فهو عامل شغل واضح مع النادي الأهلي ومحقق طبعا البطولات حتى هذه اللحظة بشكل كبير جدا وبشكل ناجح لكن الفترة الأخيرة اللي الناس ما تعرفهوش أو يمكن مش كتير مننا بيتابع لألعاب الجامعية إن فرقة السلة أو القوام الرئيسي بيبقى للمنتخب هو من النادي الأهلي أو من رجال سلة الأهلي إنت اللعيبة دي كابتن لو شفت كم البطولات اللي هم لعبوه وعدم الراحة لللعيبة دي هو موسم كامل بيلعب وبيحقق كل البطولات وكمان بيروح يلعب مع المنتخب وبيرجع يبتدي الموسم من غير يعني هم مفيش راحة يعني مفيش حتى مثلا أن هو يقدر يخده يومين ثلاثة أربعة أيام مثلا الراحة في القز فيمكن ده اللي حصل الفترة الأخيرة إن إحنا شفنا فيه طبعا البطولة العربية قدرنا الحمد لله إن إحنا نكسب السوبر بعد كده دخلنا طبعا في دور المرتبط النادي الأهلي آه صعد تاني المجموعة وكنا نتمنى أنه يصعد أول مجموعة لكن أكيد الفترة اللي فاتت وطبعا التعب الواضح على لعيبة النادي الأهلي والمستر أجوشتي كمان قدر راحة إجبارية المجموعة من اللعيبة أكيد طبعا وده كان مهم صحيح تتنزل الكرف بنفسك أحسن ما ينزل على غير قرار أكيد ده شفنا طبعا في المبارات الأولانية في دور المرتبط لكن النادي الأهلي عمل مباراة كبيرة قدر نادي الزمالك وقدر ترجع روح وشخصية تتكلم عن مبارات مبارح كمان آه مبارات مبارح فبعد كده طبعا قدر أنه إحنا شفنا مبارح أو مبارات مبارح أنا بالنسبة لي شايفها أن النادي الأهلي قدر يكسب نادي الزمالك بكل سهولة تشاهد في المبارات كانت سهلة بكل سهولة ليه عشان الروح وشخصية وأداء النادي الأهلي اللي إحنا متعودين عليه رجع رجع في لعيبة النادي الأهلي أكيد طبعا أي لعب مهما حصل ممكن بيحصل منه أي يعني تراجع في المستوى لكن بتقدر لعيبة النادي الأهلي أن هي ترجع وده اللي شفناه بارح فيه طبعا مباراة الزمالك إذن أن الفريق يحقق طبعا بمكسب كبير جدا وبكل سؤولة أنا شفت المباراة من بدايتها لعيبة مركزة بيبصوا على التأهل أين كان بقى في نص النهاية هنقابل من؟ طب يا رشاد برضو أنت شايف المرتبط يعني ما شاء الله الجماهير بقت عندها ثقة غريبة دايما على مر السنوات أن الناشئين بتوعنا والمرتبط هيكسب المباراة مع أي فريق في مصر يعني سالفات شفنا والقبليها والقبليها من خلال متابعاتنا الضقيقة والقريبة الجمهور الذي قال لي مش حاطت حسابات نهائي أن المرتبط ممكن يخسر فالنهاردة ده يدل على إيه هل ده يدل على الشجر المبزول في قطاع الناشئين دايما هل يدل أن النادي الأهلي بيحسن اختيار وانتقاء اللاعبين يعني شايف ده تبريده ايه أو تفسيره ايه الاستمرارية بسا كابتن في النادي الأهلي هم شغالين على شغل واضح جدا وبالذات في قطاع الناشئين أنا مش في كرة السلة بس النادي الأهلي بيعتمد على ولاده وبنشوف دلوقتي عناصر من الشباب موجودة فيه طبعا قطاعات الناشئين زي طبعا كابتن مودي الجرحي ففيه شغل واضح شغل من الصغر أو الناشئين دول بيتأسسه على طبعا قواعد وحاجات مهمة جدا داخل النادي الأهلي أن اللعيبة دي بيموتوا نفسهم في المباراة علشان يكسبوا بيموتوا نفسهم علشان يكسبوا البطولة فالشغل الواضح والشغل النجح اللي معمول في الألعاب الجماعية هذا الموسم والموسم اللي فات بصراحة هو ده نتاجه طبعا البطولات اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي حاجة الحاجة التانية أن احنا متابعة طبعا الناس للفرق سواء طبعا المرتبط أو الكبار وكمان إذاعة المباراة اللي احنا طبعا بنشكر قناة النادي الأهلي أن هم دايما موجودين مع الفرق دي ويزوعوا طبعا كل المباراة فخلاص الناس أو الجماعير بقت تطمنت بتشوف طبعا اللعيبة الصغيرة أو فريق المرتبط بيقدموا طبعا مباراة بعد من يعني فيه أوقات بتبقى الفرق دي خسرانة مثلا بفرق مثلا عشر موقع بس الناس عندها ثقة أنها تكثر بس هم عندهم ثقة احنا مباراة من اتفرج المباراة واحنا بنتكلم في بتاع بيقدم صحيح احنا حصل فيه تراجع في المستوى لكن هم الناس كانت على ثقة النفري المرتبط وقدر النفري المرتبط يعمل طبعا مباراة ويحول طبعا نتيجة وده برضو في السيدات يعني في السيدات نفس الكلام طب خلينا ناخد رايي ناجي برضو يعني ناجي انت رأيك انبارح مباراة الرجال والسيدات خلينا نكلم عن رجال تحديدا كان مباراة تماشى إيزي جيم زي ما رشاد يعني تفضل وقال ان مباراة سهلة علينا الحمد لله ما حسسناش ان احنا بنالها سورة مباراة لا فيه نوال وحالة نفس الكلام بالنسبة للمرتبط الدنيا كويسة عايزك تعلق عليه فنين وبرضو عايزك تروح تعلق على العقوبات اللي النهاردة اقرناها التحديد العقوبات دي يا كابتن يعني بصانا يعني تصرف بالنسبة لي ايوجوستي يعني لازم الواحد برضو يكون امين فيه شوية واكيد الكرة كانت لا خلي بالك برضو انا ناجي احنا بنتكلم على ايه احنا دايما بنقول مين الفعل ومين رد الفعل صحيح يعني دايما بيكون مستر اجوستين بارح انفعال والشديد كان بسبب ان الكرة واضحة لكل معاك واشنا كلنا بنوضح اديني حقي وانا ما هنفعلش اديني حقي على مستعد ما هنفعلش احنا لأسف احنا مشكلة انا احنا متعودين من التحكم المصري واحنا اكمل من المرات قلنا ادي الاهلي عدارة حكمية وانا ما عندي مشكلة الاهلي يخصي مش الزبط يعني بكل صراحة وكل وضوح انا واحد من ناسها انا شايف ان عندي احنا طماريق وده الكلام اللي قاله كابتر احمد الجرح الناس كلها بتتكلم انه مش مبسوطة من اداء فرقة البسكت بعيدة عن مبارات امبارح مبارات امبارح يعني مسالحة الجماعية ليه لسبب واحد الناس شايفة انه في مشكلة في اداء الفرقة يعني الناس نفسها هي مراية الفريق ومراية النادي ترمومترة فهي شايفة هي الناس شايفة انت لما خسرت من سبورتينج والناس مطلعتش قالت الحكام انت لما خسرت من سبورتينج تاني في العودة الناس مطلعتش قالت ان الحكام ارسوا علينا ولا ان احنا عشان بلعب في اسكندرية ما خلي بالك السبب ده ناجي زي ما انت بتقول هو اللي بيخلي اتحاد السلة جيف في الفريق انس حكام مجان هو الموضوع واضح وصريح يعني احنا نستخل على بعض احنا عندنا مشكلة في التحكيم انا كان وجد نظري انه كان مستر جستي يكون عنده من الزكاء اكتر منه هو يفوت على طاقم التحكيم انه هو يجره لنفس الفكرة اللي هم محتاجينه فيها لان خلي بالحضرتك هو خوف بالنسبة يعني انا بتكلم على انه الفرق انت الاهل ايه في ايد مستر جستي في مباراة الزهاب في مطش الاتحاد بس خلينا نقول ان الجرح قادر مباراة كويس جدا يعني بأمان الجرح يحسد عليه زكاء في الملعب بشكل كبير جدا شخصيا مصدرش اي مشكلة اللعيبته انه اللعيبة مش قاعدة وار بصة برا انه مستر جستي يبص علينا ده موجوز عاري خالص فيه هدوء فيه سلاسة الامور بتتم بكل بساطة انا حتى كنت بركتله مباراة بعد المباراة انه تحديدا على انه هو كده كده اكيد لازم هبريكلن على فوز الفرق لكن على انه هو مولد فعلا بجد تحضير لموديل فني هيكون ليه شأن كبير جدا في كرة الصلة المصرية بزكاءه بتحضيره بهدوءه واكيد يتعلم كتير من خلال قربه من مستر اجوستي بوش صحيح خلينا نروح لحتة مهمة جدا وهو النادي الاهلي مباراة تحط في اختبارات يعني في اختباره انه فرق كتير وبعد كده النادي زمالك قرب الفرق وتعادل وبعد كده نادي الاهلي فرق كتير فالنهاردة انت بتتحط في الجبل واحد في عدة اختبارات محتاجة اساليب لقبة مختلفة في اساليب او في وقت هتحس ان تبهم محتاج تسرعه في وقت انت محتاج تقفل الجيم فده بيدل على خبرات كبيرة لنادي الاهلي ده هو الاهم من ده كابتن كمان يعني هو انت ان انت تبص مرة واحدة الكوتش مش موجود معك على الدكة فهو ده ده اللي بالنسبة لي كان اهم يعني ده مصدر الخطورة ما كانش عني مشكلة على فكرة انه حتى لو زمالك عمل راننج علينا ورجع في النتيجة ما كانتش تبقى فرق بالنسبة لي لكن هي القصة انه هو اللعيبة نفسها هتستوعب الفكرة دي ازاي وهتقدر وهيتخضوا هاللعيبة هتبقى بالنسبة لها الموضوع ده هيعمل لهم زي تشوك انه هو اللعيبة نفسها هتمش هتستوعب فكرة انه جوز توقف على الخط لا لا فيه سبات خالص عالي جدا كل اللعيب مركز في الجيم كل الكلمة اللي كان بقولك بطينا احمد الجرح انه احنا سفر سفر هتكلم انه خلينا يعني احنا ادينا مباراة الرجال برضو اهو تكلمنا عنين خليك انا مع السيدات انبارح فريق المرتبط قدر يحول النتيجة من تأخر كبير لفوز على النادي سبورتنج في قطاع الناشئين او في المرتبط التمنتاشر بعد كده نجح الفريق او ناقي الفريق سبورتنج للأسف فريق كبير ما توفقش وخسر عشر نقاط شايف احتمالات نا ايه الاحتمالات عادي خبتان انا بالنسبة لي فريق البنات اصلا يعني ايامة كتير تحطة في الموقف ده قبل كده وبيعدوا منه عادي خالص سبورتنج فكده كده بتقابل الاهلي انت مش الان او شاف انت طبيعي حتى لو كنا كسبنا برضو محتاجين نكسب تاني عادي خالص انت ما فيش ادنى مشكلة يا قصة بس كلها انت يعني هو يقول اللي عملوا نادي سبورتنج انه هو وقف مسيرة فنقة البسكت سيدات للفوز المتتالي انت كنا تقريبا دخلين في حوالي خمسة وستين خمسة وخمسين او ستين مباراة متتالية اتصار مباشر يعني هي القصة كلها انه وقف سلسال لكن انا عندي سيق دلوقتي البطولة في الملعب وعندي سيقا كبيرة جدا في كبتان طارق واللعبات مطش فاصل تكسب البطولة بس لازم تفوز مطش السيدات وانا شايف ان انت لو انت مركز مية في المية لان انت بدايتنا مبارح اللي ما كانتش كويس احنا بدأنا الجيم في اول واربا دقائق خمسة وشارة ربعة لسبورتنج في الكب الناسبالي انا يعني مش مستوعب ان انت مكناش يعني فانت بقيت تقوم الوقت بتجري بورا سبورتنج هم عندهم الخبرات اللي قدروا يكنترول الجيم عندهم جيم كويس جدا عندهم لعيبة كتير موجودين من على فعه اكس النادي الاهلي يعني عندنا ريم موسى نور علي طلعت هلا شعراوي هلا شعراوي لعيبة كتير جدا كانوا موجودين واسمها منار ايهاب برضو من ضمن اللعبات اللي كانت موجودة في النادي الاهلي فعندهم خبرة اللي خدوها من النادي الاهلي تقدر انها تخليهم يقدر يحافظوا على الجيم امتى يحافظوا على تفوق امتى لكن في نفس الوقت لو فرقتنا او لعبتنا مقفين على رجليهم وممتزين ده الموضوع ان شاء الله بكرة كنا نتثقى في السيدات انهم قدروا يفوزوا اجدك رشاط هنروح لكرة طائرة سواء رجال او سيدات السيدات بتدو لسه رجال ما بتدوش السيدات شاكلين اعداد بشكل قوي كابتن براهن فخر الدين متواجد في النادي بشكل دائم بتمرنوا ساعات على فترتين صبح وبعد الدور لو فترة واحدة بياخدوا 3-4 ساعات تمرين شايف الاعداد شايف البداية للسيدات النهاردة وهل احنا دخلنا في الجد ولا لسه بدنا قوي عشان نقول الجد ده لا اكيدة كابتن طبعا احنا لسه الادوار دي ما بقاش فيها يعني انت بتقابل طبعا فرق طبعا احنا بنحترم كل الفرق لكن الفترة الاخيرة كابتن او الموسم ده بشكل واضح لكل طبعا الفرق ان الفرق كلها دعمت ما فيش فرقة دلوقتي ما دعمتش او ما فيش فرقة مش عايزة تكسب بطولات خلاص هو الفرقة كلها بتشوف ان النادي الاهلي بستحوز على كل البطولات خلال طبعا السنوات الماضية فتم طبعا تدعيم كل الفرق بنشوف طبعا حتى لو فرقة مش قوية بنشوفها الموسم ده فرقة قوية لكن فرقة الطائرة سيدات طبعا بقيادة طبعا الكابتن المحترم الاسطورة طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين اللي بدأ الموسم مع النادي الاهلي هذا الموسم طبعا وتم التعاقد معاه كلنا طبعا بنحترم طبعا الكابتن حمد الصوفي اللي عمل طبعا برضو تاريخ مع فريق الطائرة سيدات لكن هم بدأوا الموسم بكل قوة استعدوا بكل قوة قدر النادي الاهلي حتى هذه اللحظة ان هو متصدر طبعا مجموعته بالفوز فيه ثلاث مباراة طبعا مباراة الصيد اللي هي المباراة الاولانية تم تأجيلها اليوم سبعة وعشرين بنتيجة طبعا مشاركة لعبات الصيد في الكرة الشاطئية لكن اقدر اطمن برضو جمهور النادي الاهلي وضمن كل الناس على فريق الطائرة سيدات الموسم ده موسم مختلف لفريق الطائرة سيدات عندنا صعب اكيد بصة كابتن مش في كرة الطائرة يعني مش في كرة الطائرة اللي اقدر اقولك ان الموسم صعب ده في كل الالعاب يعني في كل الالعاب خاصة بعد تدعيمات قوية لكل الفرق هو ده اللي عمل طبعا هيبقى فيه منافسة ومنافسة قوية جدا هذا الموسم لكن فريق الطائرة عمل مباراة كويسة جدا مباراة انه بيبقى فيه مثلا في الشوت التاني او في الشوت الاولاني ان احنا بعد ما بنفرق بالنقاط بنرجع نقرب لكن هم عارفين بياخدوا المباراة ازاي كابتن براهين فخر الدين بصراحة عمل شغله واضح مع طبعا لعبات النادي الاهلي وان شاء الله يعني انا بتوقع ان فريق الطائرة سيدات هذا الموسم يحق كل البطاط بإذن الله ان شاء الله خلينا نتضع الفاصل عزيزي المشاهدين نرجع نكمل كلامنا عن نشاط الألعاب الأخرى احنا مزلنا داخل جدوانات الاهلي هنرجع بعد الفاصل نكمل لا تذهبوا بعيدا اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين يعني حوارنا الشيط جدا مع النقدين الرئيسين محمد ناجي واحمد رشاد احمد كنا بنكلم قبل الفاصل عن فريق السيدات للكرة الطائرة خلينا نروح بقى للرجال صحيح قل لي رأيك ايه وماشيني ازاي في الوقت اللي أخلي بالك كان في عدد كبير من لعبتنا مع المنتخبات اكيد طبعا لكن خليني بس قبل ما أروح للكرة الطائرة رجالة كابتن هيسم عايز بس أقول حاجة مهمة جدا كلم عليها زميلي محمد ناجي وهي كرة السلة سيدات طبعا زميلي محمد ناجي قال ان الموضوع لسه في الملعب وده طبعا معودنا دايما نادي الأهلي انه ما فيش اي حاجة صعبة في المباراة لكن برضو عشان أدي كل واحد حقه انت فرقة كرة السلة سيدات برضو انت عندك كان فيه اصابات ولعيبة راجعة من اصابة فهو ده ممكن اللي عمل طبعا سبب فيه تراجع المستوى لكن احنا كلنا ثقة فيه طبعا الكابتن تير خيري اللي محقق طبعا موسم استثنائي الموسم اللي فات بالخماسية بدون ولا هزيمة والموسم ده بصراحة هو ماشي بشكل كويس جدا لكن دايما الفرقة او انت كابتن طبعا حضرتك كنت لعيب ونيجم كبير فكرة السلة ان لما لعيب بيبقى راجع من اصابة بيبقى طبعا مستوى بيحتاج وقت وطبعا كمان التحضير والوقت وبيبقى فيه ديء وقت انت كل اسبوع بتلعب اربع مباريات فده اكيد بيأثر طبعا على اللعبات لكن كلنا سيقا ان شاء الله في الرافة كابتن هم كمان فيه لعيبة كتير جدا كانت موجودة في المنتخب وكابتن طريق في اكتر من مناسبة صحيح معنا في البرنامج وفي كذا لقاء تاني منتخبات كبيرة والتاتة على تلاتة تلاتة على تلاتة تحديدا يعني لانه كان يعني ميرال الندين رانيم سوريا الاربع موجودين في منتخب بالتلاتة على تلاتة فهو بالإضافة اصلا كده كده في لعبات تانية ممكن تتاخد في منتخبات تانية فهو الريدي التاكتك اللي أنا حفز في الريدي يعني مش قادر لنفزه لأنه طبعا بالإضافة للجهاد أيوة كابتن لأن انت القوامل القوامل الأساسي زي ما احنا بنتكلم كابتن بيبقى هو من النادي الأهلي فأكيد ده الحاجات دي بتأثر وانت ببديئ الوقت انت عندك مباريتين كل أربع مباريت كل أسبوع فأكيد ده بيبقى انت تشوف دور المرتبط بدأ امتى وهينتهي امتى طب خلينا نروح بقى يعني للرجال الطائرة عشان يديهم حق هو متفضل الرجال طبعا بعد التعاقد مع الأسباني منذ لنا بصراحة يعني من خلال طبعا متابعتي لي أو طبعا سؤالي أكتر من مرة عنه أنه جاي عايز يعمل شغله واضح ومستقبل مع النادي الأهلي على فكرة كابتن هيسم واللي الناس ما تعرفوش أن الأسباني منذ قعد كتير جدا بيتفرج ويتابع ناشئين قبل ما يتابع الفريق الأول علشان هو شايف أن عايز يعمل مستقبل مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية فتابع طبعا كتير جدا ومن نجومنا اللي كانوا طبعا الشباب والناشئين اللي كانوا مشاركين مع منتخب مصر فقدر أنه هو كمان يصعد لعيبة وقدر أنه يعمل فريق طبعا كويس جدا إن شاء الله بإذن الله يكون يحقق البطولات ويكون طبعا يوصل للنجاح اللي احنا عايزينه الفترة اللي جاية لأن الفريق الأول احنا طبعا دايما معودنا كرة الطائرة أن النادي الأهلي بياخد كل البطولات حصل طبعا الموسم اللي فات تراجع طبعا في المستوى لكن هم استعدوا الموسم ده بكل قوة النادي الأهلي هيبدأ خلاص الدوري يوم السبت طبعا بمواجهة المؤولين العرب إن شاء الله الأسباني منزو أنا متوقع أنه هيعمل نجاح كبير جدا مع النادي الأهلي زي طبعا من المدرسة الأسبانية نجحة مع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة أنت متحمس جدا المدرسة الأسبانية بصراحة لأنه شايف نجاح واضح يا كابتن وشايف طبعا الاختيارات دايما الاختيارات من إدارة النشاط الرياضي ودعم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بيبقى يعني اختيار بصراحة موفق وبنتمنى لهم طبعا التوفيق لأن إن شاء الله بإذن الله يحققوا طبعا ويعود تعود كل البطولات اللي خسرناها المسلم اللي فيه إن شاء الله يا رشاد ناجي برضو نفس الكلام عايزك تتكلمني عن فريق الرجال أنت كنت بتلعب بوليبول وانت صغير فطبعا أنت متابع أكتر واحد فينا كمان الفوليبول إحنا كان عندنا لعيبة شاركة زي أحمد صلاح في بطولة أفريقيا وطبعا عبدالله أبسلام كان مصاب في بطولة العالم كان عندنا ستة لعيبة من ال 14 لعب نجاحنا تدعو اللوبيات وكسبنا اليابان هناك يعني لعبتنا مجهدة طبعا مستر منزو أكيد راعة دا يعني كلمنا عن فريق بشكل عام بصريك ربتان يعني الرجل جاي يشتغل فعلا عايز يعمل لنفسه اسمه وتاريخ لأنه كده كده قريدي الأهلي ما اختاروه غير وهو الرجل عنده تاريخه سيفي كبير وقوي لكنه في الآخر هو جاي بطموحات وأحلام كبيرة خاصة أنه عارف لعيبة كبيرة زي عبدالله عبدالله وإحمد صالح لما قابلهم في تركيا وهي لعيبة عالمية أصلا يعني أحمد صارح وعبدالله عبدالله مش لعيبة مش اللي هو أنت هتشوفهم في دوري كنت في تركيا أو غيره فهو أنت هتبقى عارفهم عن طريق ده أحمد وعبدالله في حتة تانية خالص في كل العاد تحديدا كمان بقى في الكرة الطيرة يعني للأمانة أنه الكرة الطيرة هيجي فترة أو فيه وقت حقبة زمنية الناس هتقول هتقيز مما قبل عبدالله وأحمد وما بعدهم للأمانة برضو عشان ندي كل واحد حقه المناخ العامل اللي موجود دلوقتي في الكرة الطيرة المصرية ماشي بشكل كويس هيساعد الرجل أنه هو يقدم فكره ويقدم كل الاتروحات اللي في دماغه أو كل الأفكار اللي عنده يقدر أنه هينفذها مع الفريق أغلب عناصر اللي موجودة في رقيتنا أغلب العناصر عشان بس إنه اسمه عبدالله وصلاح في 40 سنة فأنه هم خلاص عجيز وهم كبروا ومش قادرين اللي بقى حضرتك أنه الأهلي عنده لعيبة كتير جدا صغارين لعيبة كتير جدا طلعين من تحت من صفوف الناشئين لعيبة مميزة يعني أبرزهم مثلا حمزة الصافي وحمزة بتصعد بقالهم سنتين وبتصعد فرستيم ومع ذلك كل دولة تير غدوة تير السابق لعبتها 19 سنة عندنا لعيبة تانية كتير جدا موجودة تقدر أنها تتبقى موجودة وليها مكان في الفريق الأول لكن كمان أنت عندك في الفريق الأول عناصر كتير مميزة سواء إن كان بتلعب إندور أو بتلعب بيتش فوليبول زي إحمد عزب بيلعب بيتش ومن ضمن اللعيبة اللي أنا شايف أن السنة دي هيكون ليه شكل مختلف عن السنين اللي فاتت لأن أنت اللعيبة كلها تبقى دخلة عايزة توري الناس قبل ما توري المدير الفني توري الناس أنهم رايحين السنة دي لمكسل لأن أنت أي فرقة تقف قدامك أنت يعني بالبلد هتفرهم أي حد لأن أنت عندهم نهم بقى بدل ما احنا كنا بنتكلم مثلا في فرقة تانية أن أنت شوية وصلت لمرحلة التشبه فمحتاج أنك تغير دوافعك وتغير الأفكار بتاعتك عشان تقدر تكسب بطولات تانية لكن فرقة الفولي الناس مش متعودة منها أن يدعمنها دوري وكاس في موسم واحد أو يدعمنها دوري وكاس سنتين وارا بعض بالرغم أنهم كذبوا بطولات بطولة عربية كذباني سنة فاتي كاس السوبر وكذباني بطولة عربية فيما بنتلعش بموسم سفري لا نادرة ما فيش ده ما بتحصلش في النادي الأهل لكن في نفس الوقت اللعيبة نفسها مركزة كويس بشكل كبير مركزة أنها لا حتى مش هنتخدع بأن تكون بداية الموسم كويسة زي ما كان بيحصل وإن أنت تيجي في الأوقات الحسمة يبقى في مشاكل تبقى موجودة في الفرقة الشكل السنة دي هيكون مختلف اللعيبة حتى نفسها الروح بدعتها مختلفة عناصر كتير كانت مكتش موجودة زي إصابات زعب حليم عيب والسنة اللي فاتت رجع بالسلام بالنسبة لنا يعني عنصر من ضمن أهم العناصر اللي موجودة في الفريق أنه كان تعرض لإصابة طبعا كلنا بنتناله كل شفاء وصعدة بأنه الحمد لله تم شفاءه على خير نجحنا كده يعني الحمد لله متطمين على فريق الكرة الطائرة رجلس ما بدأوش الموسم مع الدول هنتطمين أكتر والأداء وكلا خلينا نروح بقى للنصاط المحلي عشان إحنا عندنا حدث مهم حصل النهاردة وهو قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد اللي هتقام في شهر يناير على الأرض المصرية والبطولة دي هيتأهل منها لها إيه الفرقة التالية طبعا القرعة على الشاشة هاي كلمنا بقى عن القرعة ناجي وحزوزنا إيه يلا بص يا كابتن إحنا وقعنا في المجموعة التانية معنا تكونوا برازافيل الكاميرون غينية أنا واحد ما شايف أن المجموعة المجموعة كلها متوازنة لأن هم يعني بأمان الالتحاد الأفريقي كان فير جدا في طرحه لفكرة القرعة هو مبدئيا حط الأربع منتخبات اللي كانوا وصلوا للمربع الزهبي في البطولة اللي فاتت على رؤوس المجموعات وده فرقنا في مصر كانت على رأس المجموعة التانية الكافر دي كانت مع مصر في الفاينال فكانت على رأس المجموعة الأولى المغرب كانت على رأس المجموعة التالتة لأنها كانت تالت المجموعة التونس كانت على رأس المجموعة الرابعة وبعد كده بدأوا يكملوا المستويات حسب المراكز المنتخبات كانت حققتها في بطولة أفريقيا اللي فاتت أجسموا لفيلات بعد كده بدأت الأمور أصلا يعني كان الابتحاد وقع وكان يعني قلنا نقول أنا اتحاد الأفريق في ترتيب اللفيلات مظبوط يا كبتن فما كانش فيه مفاجئات بالنسبة للناس ولا أنت بتصطدم بمنتخب قوي أو منتخب أنت كنت شايفه أنه هو نفس الحجم بتاعك أو نفس التوق في مجموعات أو حتى في دور التمانية كده كده مثل عشان نشرح الناس الأرعب بسرعة وما ستاشر منتخب في أربع مجموعات كل مجموعة أربع منتخبات الأول والتاني بس هما اللي بيسعدوا لدور التمانية بيتعمل بنظام المقص الأول مجموعة الأولى يلاقي تاني المجموعة التالتة تاني المجموعة التالتة يلاقي بأول مجموعة الأولى يعني الأولى والتالتة هيرد على بعض والتالتة والربع يرد على بعض والتانية والربع هيرد على بعض بس هنا فيه اختلاف معلش هناجي البطولة مش ما تلعبتش بنظام كأس العالم انه بيدي لك ايه بيدي لك دور الستاشر وعنك دور الاثناشر هو هو يعني لغى دور الاثناشر خلى الاول والتاني بس يتأهله كان زمان الاول والتانت بتأهله بيروح يلعب والتلاتة في الفرقة التالية فكان بيطول بيطول امد البطول ولكن النهاردة هو عملها زي زمان على قديم وبقى ايه 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 كده كده انا رجعت نفس بطولة افريقية زي ما كانت فانت عشان ما بقاش اقصيتك من المجموعة انت ممكن تقع في مجموعة بادلة وكون مجموعة صعبة فانت عندك فرصة انك تقدر لو ردت على مجموعة اسهل شوية طب تقدر انك تكسب المباراتين وتحاول انك تتأهل نكمل بقى نزام البطولة تمانية بعد كدول الارباعة بعد كدول الفينال اوه كان فرق تتأهل الولمبياد حمل لقب مصر مصر حمل لقب بطولتين على التوالي تونس عشرين عشرين كانت بتلاف في تونس عشرين عشرين قدر ان احنا نفوز على منتخب تونس ونفوز باللقب السنة اللي فاتت او النسخة اللي فاتت عشرين اثنين وعشرين كانت بتلاف في مصر مصر قدرت أنها تفوز على منتخب الكاب بيردي في الفاينال وكان يعني فوز سهل بالنسبيا نظرا لأنه كان مصر كان الفاينال هو بالنسبة أنه نحن لعدنا تونس في السيمي فاينال فكان هو نهائي مبكر وكان وكاب بيردي برضو مهما كان احترابنا الكورت لو منتخب كويس جدا بس لسه حد بحديث لسه ما عندهوش الخبرات الأفريقية اللي يقدر أنه يكون ند بالنسبة لمنتخب مصر طيب انت شايف منتخب مصر ممكن يقابل تونس في قبل النهائي ولا هنروح النهائي ممكن يا كابتن ليه لأن احنا المجموعة التانية وتونس المجموعة يعني بق يعني احنا في المجموعة التانية تونس والمجموعة الرابعة ممكن نقابل بعض في السيمي فاينال إلا لو تونس يعني حاولت أنها تاخد سكة تانية غيرنا أو طريق تانية تتحاول أنها تبع بيد عننا بالحسابات احنا أفضل ولا تونس بالحسابات بس وراء وألم مصر طبعا مصر منتخب أوروبي يعني بيلعب في منتخبات أفراقيا دي مش قد تانية ومش كلمتي كل مدربين أفراقيا لما كانوا موجودين هنا في أفراقيا عشرين وعشرين لما كنت بتكلم معهم أو أسأل معهم أو بتكلم معهم في القصة دي قال لي ما تقس منتخب مصر بالنسبة لأي منتخب موجود على مستقل أفراقيا منتخب مصر منتخب أوروبي موجود في أفراقيا هنا موجود في وسطنا يعني بالوراء والألم ومش مدعاء أن المنتخب يبقى عنده الأمور سهلة أو يستسيلها البطولة دي بطولة صعبة جدا تونس جاية البطولة دي بالنسبة لها قتل وما تقول لأنها مش عايزة للمرة الثالثة على التواريط يخسر من مصر وحقها تفكر بشكل أولمبياد طبعا أفيد حق مشروع البطولة تحديدا هتبقى إمتى كم يناير؟ من 19 إلى 29 يناير أشكرك يا ناجي رشاد يعني رأيك إيه في البطولة ورأيك إيه في التنظيم يعني خلينا نروح أن مصر النهاردة بقت قبلة العالم صحيح مش هكلم عن أفريقيا أفريقيا دي مفروغ منه ولكن مصر النهاردة نظمت فوق الستين أو سبين حدث رياضي على مستوى بطولات عالم أو على مستوى كؤوس عالم على الأرض المصرية ده لو ده اللي بيدل على إيه رشاد؟ أكيد طبعا لو هنتكلم عن مصر أو تنظيم مصر ليه طبعا البطولات مصر قدرت أنها تنجح في تنظيم كل الأحداث اللي اتنظمت على أرض مصر وكمان أنا بالنسبة لي يعني أصق طبعا في منتخب مصر أن هي كمان البطولة أو الأفضلية أن أنت البطولة على أرض مصرية فده يبقى طبعا دافع وداعم كبير جدا لمنتخب مصر أنهم يقدروا إن شاء الله يحققوا البطولة لكن خليني أقول لك على حاجة مهمة جدا يا كابتن هيسا من الفترة الأخيرة طبعا احنا شفنا كل الأحداث اللي تم تنظيمها على أرض مصر حققت نجاح كبير جدا وقدرت مصر أنها تحقق نجاح كبير جدا وده مش بإشادة مصر بس دي بشادة العالم والدعم الكبير طبعا اللي احنا بنشوفه من طبعا فخامة الرئيس عفتاح السيسي لكل الأحداث الرئيضية فده بصراحة يعني تخطيط ونجاح كبير جدا لمصر لأن احنا بنشوف البطولات دلوقتي بتتنظم وكله على فكرة يا كابتن هيسا العالم كله دلوقتي لما بيدور إنه هو ينظم بطولة أو يلعب بطولة فبيدور أول حاجة على مصر بيشوف مصر علشان يقدر إنه هو يروح وينظم البطولة ليه بقى؟ ده علشان طبعا إشادة كل الدول أو إشادة العالم بمصر إن مصر بتقدر إن هي تنجح في تنظيم كل البطولات وده اللي شوفناه طبعا للفترة الأخيرة طبعا خلينا أسألك الرشادي يعني إحنا ألعاب كتيرة الخماسي جنباز كورت يد كورت سلة الطائرة سلاح آه سلاح يعني أقصد أقول يعني طيب إحنا على مستوى التنظيم عندنا البنية التحثية الجيدة سواء صلاة مغطاة أو تلات الدعم موجود آه الدعم موجود عندك كمان التنقلات وشلط الطرق يتوديك من هنا لنه هنا زي ما أنت عايز عندك بنية تحتها قوية طيب وكوادر كمان إدارية قوية طبعا نحل فنية شايف في بعض اتحادات نجحت إن هي تنافس في هذه البطولات الدولية الكبيرة يعني دايما أنا بقول إن كمة النجاح الإداري ولازم يكون معها فني كمان لازم يكون منتخب مصر حاضر وابقوة في تمثيل مصر في البطولات دي مش أنا بس أنجح إدارية الإدارية دي نجاح دولة ولكن نهاردة أنا عايز نجاح فني كمان إن أنا أكون حاضر شايف فيه اتحادات نجحت في ده أكيد طبعا كابتن وأنا بشوف الفترة الأخيرة إن مصر كمان موجودة دايما على منصات التتويج وبنشوف طبعا إن مصر بتحقق كل البطولات والميداليات يعني مصر اللي ما بتشارك في أي حاجة أو الاتحادات عمتا في أي لعبة بنشوف نجاح كبير جدا وبنكون محققين كل البطولات فإن شاء الله كلنا صيقة طبعا في مصر إن هي تقدر تنظم طبعا بطولة طبعا أفريقيا زي منظمة بطولات كتيرة جدا الفترة الأخيرة وكلنا صيقة إن شاء الله بإذن الله إن مصر تحقق البطولة لأننا لو قلت لك إن منتخب مصر أو لعيبة منتخب مصر بصراحة لعيبة على أعلى مستوى زي ما طبعا محمد قال إن أنت عندك قوام كبير جدا وعندك لعيبة مميزة في منتخب مصر وكمان عندك محترفين يعني أنت عندك محترفين موجودين بره وبيجوا يلعبوا معاك البطولة فإن شاء الله بإذن الله البطولة تكون مصرية بإذن الله ناجي تتوقع فوزنا بطولة أفريقيا كل تليد؟ أكيد يا كبتان إن شاء الله محترفين كان عندنا إحياء خالد إحياء خالد بيبدأ يرجع؟ يعني ممكن يلحق البطولة؟ آه هاي الحق هاي الحق هو وحسن قد أحلتنا يلحقه وأنا الوحيد اللي يقريب عن منتخب مصر في بطولة أفريقيا ويكون أحمد هشام السيد دودو للأسف لكن الباقي كله خلاص العيبة كلها أصلا بتتعافى من نصباتها ويكونوا جاهزين إن شاء الله في أمة أفريقيا حراسة المرمى شايفها هتبقى أهلاوية خالصة أو لا ممكن يخش حد؟ لا بعد ظهور محمد إبراهيم بالمستوى الموضوع هيكون صعب جدا بالنسبة لاختيارات حراس المرمى احنا عندنا يعني محمد علي كريم هنداوي محترفين برة سواء إن كان في النور السعودي أو في محمد في أسبانيا عندنا محمد عصام الطيار في ألمانيا بالإضافة بقى للسلاثة الأهلاوي أنا شايف إن الراجل هيكون في حيرا ولا لا هيكون مش عائل يعني مين الاثنين أو تلاتة اللي يختارهم في أم أفريقيا هيكون المنافسة صعبة جدا تجربة منطقة مصف ألمانيا تعادل وفوز شايف دي مفيدة؟ جدا خاصة إن أنت كده كده كان غايب عنك بقى في المباراتين دول تحديدا عدد كبير جدا من اللعيبة إنهم مش هتكونوا موجودين معك في أم أفريقيا فأنت مجرد إن أنت تكون بتلاعب ألمانيا على ملعبها وسط جمهورها بالقوام بتاعها كامل فول تيم وإنت يكون عندك غيابات ومع ذلك ما تأسرتش بكل الكلام ده وقدرت إن أنت تتعادل في المبارات المبارات تانية كنت متأخر فيها وقدرت إن أنت ترجع لولا إنه دي الوقت كنت تقدر تتعادل في المبارات دي فده يدل إنه إحنا فعلا عندنا تيم منتخب كبير جدا بالإضافة إنه الراجل بستور شغال بشكل كويس جدا برضو من مدرسة الأسبانية لو كنا بنتكلم يعني على قصة إنه هو من ضمن المدارس الإسبانية إسبانيا عشان يعني يمكن منقبلين عشان إحنا شعوب بحرقه بمتوسط يعني في فترة وهو كمان العقلية نفسها بتكون مناسبة وتفهم تتفاهم العقلية المصرية يمكن كان حصل تقارب فترة من فترة مع المدارس الإيطالية يعني كنت تبلعب كان الطليان أو المديرين الفنيين الطليان أغلب اللي موجودين في مصر ولكن النهاردة بيوضح إن أسبانيا عندها طفرة كبيرة في الرياضة بيتأقلموا مع المناخ اللي هم موجودين فيه خلينا أتكلم عن يعني مشوارك بعد كده هل أنت إن شاء الله في حالة تأهلك للومبياد تمام طب حالة لو ما تأهلتش لقدر الله وخدت تاني هل في فرصة تانية تاني والتالت من يقدروا يلعبوا تصفيات عالمية يا كابتن بيخشوا بعد كده بتكون أمورها أصعب شوية لأن طبعا بيتأهل منها أول وتاني لكن أنت مش كده بتكون رايح تاخد التذكرة دي من دول أوروبا بالموضوع بيكون أصعب شوية لكن لأخين مش مستحيل يعني يعني أستطيع أقول لك نافل ونخلص من القصة دي نهائي أنت بطول على معالك وسط جمهورك بطولها هتلاعب في صلة سيد القاهرة الصلة الرئاسية مهم الجمهور يحضر ناجي طبعا أكيد طبعا أكيد الجمهور بيبقى حافز كبير جدا للعيبة كابتن وممكن أن أن أنت بيأثر كمان على أداء اللعيبة في الملعب فالجمهور وجوده مهم جدا خصوصا مع فرقة الهندبول هتتلاقي في أين البطولة ناجي في صلة القاهرة صلة واحد المكان المحبس والمفضل لليد والتاريخي الكبير التعامل في الصلة دي يعني بداية من التسعينات من أمم أفريقيا وبعدها بطول تلعان تلاتة وتسعين اللي كانت أصلا شاهدت بقى الجيلة التاريخي اللي خلنا كلنا نتعلق بالهندبول وخلية لعبة الشعبات التانية في مصر بعد كرة القدم كانت هي صلة القاهرة الصلة الرئاسية وانت شايف فيه الملعب فيه 30 ألف طبعا ودلوقتي تم يعني تعديل الوضع شواهي بقى حوالي 20 ألف نظرا بقى الكراسي وكل واحد يمكنه لكن 20 ألف هو بالنسبة لأي حد هو بيخش مجرد ما يخش الصلة اللي هيب كمان كابت النقطة دي كمان وبالنسبة لزي ما حضرتك سألتني على نجاح الاتحادات في مصر النجاح الاتحادات كمان من النقطة المهمة جدا هم اختيار طبعا لأجهزة الفنية ان انت الاتحاد الوقت او الاتحاد اليد بيختار مدير الفني وجهاز فني على أعلى مستوى بيقدر ان هو يفرق مع منتخب مصر نفس الكلام شونها في الطائرة صحيح يعني في لافيو تقريبا مدير الفني الإيطالي مع الطائرة نقالهم نقلة تانية خلص فده نجاح كبير جدا بصراحة لكل الاتحادات وكمان الاختيار القيادة الفنية ده بيبقى ليها عامل مهم جدا لما على اللعيب صحيح صحيح اختارات الفنية واختيارها وتوقيتها كمان توقيتها كمان توقيتها كمان توقيتها كمان انت لو ما كنتش غيرت حتى في الفولي لزبط في التوقيت اللي زي ده كنت ممكن تخسر فرصة التقاهل للأولمبيات وانت كان الموضوع يعني كل القصة كلها انت عابتتكلم في حوالي شهر جهر ونص بتورد أفراقيا بعدها تصفيات المؤهلة بتاعت الأولمبيات فقال من ديئة لكل طبعا يعني يعني منكم توقعتك هل النادي الأهلي نهار دي جعب قلبيتنا تاني ومكاننا وحبنا وعشكال النادي الأهلي هل شايف ان احنا نقدر النهاردة او الموسم ده نعمل موسم استثنائي زي ما تفضل طبعا يعني صديقي العزيز رشاد وقال النادي 20 بطولة السنة اللي فادت هل شايف النهاردة النادي الأهلي قادر ونحقق موسم استثناء السنة دي فقال من ديئة أكيد ان شاء الله كبتن بس طبعا المنافسة هتكون صعبة جدا التحديات كمان هتكون أصعب بكتير لأنه فيه أندية وفيه ناس بتبقى بالنسبة لها هو مجرد فوز على الأهلي هو ده بطولة أنت عملت قابل فرق كلها طموحها لا تفوز عليك هو هدفها أنا مش مشكلة أخذ البطولة أنا مجرد أكسب الأهلي يعني أعطى للأهلي عن سلسلته أو مسيرته أو أن أنا فده تحديات كبيرة جدا تحديات كبيرة أن أنت تبدأ طول الوقت تحفظ سرعيتك وتخليها أنها عايزة طول الوقت دائما أنت توجد الدافع على قدر من أن تحديات دي أتوقع كابتن أن المنافسة صعبة طبعا زي ما أنا تكلمت وقلت في الأول لكن إحنا كلنا ثق في الأجهزة الفنية وكلنا ثق في اللاعبين أنهم يقدروا يحققوا مسم استثنائي وكمان مش في الألعاب الجامعية عشان برضو ندي الألعاب التانية حقها كمان في الألعاب الفردية أنا شايف أنه هيبقى مسم استثنائي برضو للألعاب الفردية وإن شاء الله نشوف مسم استثنائي ويفضل النادي الأهلي رقم واحد في الصدارة دائما أحمد رشاد الناقض الرياضي بشكرك شكرا جزيرا نورتين وشرفتين واستمتعت بالحوار معك ربنا خليك كابتن وأنا اللي سعيد أن أكون موجود معكم النهاردة وعلى شاشة قناة النادي الأهلي محمد ناجي ناقض الرياضي الكبير بشكرك شكرا جزيرا وكنت سعيد بالحوار معك النهاردة ربنا خليك ده شرف لي يا كابتن ربنا أعزائي أعزائي المشاهدين دي كان متابع عن قرب كنا محتاجين نحط حضراتكم في الصورة بشكل كبير جوى النادي الأهلي وخارجه خاصة في الألعاب الكبيرة والعطاء مستمر حتى في الألعاب الصغيرة احنا عايزين عشر حلقات عشان نتكلم على كل الألعاب جوى النادي الأهلي محتاجين عشر حلقات عشان نتكلم على السباحة السكواش نتكلم عن الكاراتي عندنا ألعاب كتيرة جوى النادي الأهلي محتاجين وقت كبير ولكن احنا سريعا حاولنا نلخص لحضراتكم أهم المنافسات مشكر شكراً مشكر حضراتكم شكراً جزيلاً على حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأطفال